اشتركوا في القناة الذي من بيت صيدة الجليل وسألوه قالين يا سيد نريد ان نرا يسوع فأتى فيلوبوس وقال لاندراوس ثم قال اندراوس وفيلوبوس ليسوع واما يسوع فأجابهما قائلا قد أتت الساعة ليتمجد ابن الانسان جملة قالها ممثلين للشعب المعروف عنهم بالفلسفة والثقافة والحضارة وهم اليونانيين نريد ان نراه يسوع هذول كانوا يريدون يشوفون المسيح لكن بصراحة سألوا من التلميذ الغلط الشخص المسؤول عن الاكل والترتيبات الاكل لكن بسبب ارادتهم بان يتقابلون مع المسيح ورغبتهم برؤية المسيح هذا كان دافع صحيح عدهم وهم وصلوا فعلا للمسيح هل انت رأيت المسيح هل انت شفت المسيح يمكن انت ما راح تشوفها بعيونك الموجودة لكن تقدر تشوفها باشياء اللي الله بيتعامل وياك من خلال حياتك اليومية او انت بعدك تدور على الحقيقة وين او بعدك تدور على من هو المسيح اليوم تعال واسأله قل له يا رب اريد اريد اشوفك وهو ما راح يبقى عليك بزيارة خاصة اليك كون انت مثل اليونانيين اللي فعلا لحوا ورادوا ان يتقابلوا مع المسيح والمسيح ما رجعهم فارغين قالهم تعالوا وتقابل معاهم وهم كان لهم امتياز وهنيالهم بصراحة بأنهم قعدوا وشافوا المسيح ادعيها اليوم المسيح انه يجي زورك خلينا نصلي هالصلاة ونطلب فعلا منه يسوينا زيارة خاصة بالأيام هاي في اليوم يا رب يسوع احنا بنشكرك من اجل انت غير محدود انت قادر يا رب ان تظهر لنا يا رب ان نرى يسوع المسيح وصلي يا رب باسم المسيح انه تيجي يا رب تزورنا في بيوتنا تزورنا في اعمالنا بتزورنا في دراستنا بتزورنا يا رب فعلا في علاقاتنا ويا الناس اشكرك لانك انت فعلا مرح تبخل علينا بزيارة من عندك خاصة بكل واحد وواحدة بيطلبوك بثقة وإيمان باسم المسيح يسوع وصلي امين امين الرب يباركك وفتح باب بيتك المسيح رح يجي ويزورك اشتركوا في القناة